موسيقى ساليو برمير سيجندير النهاردة حنكمل مع بعض لسان 3 unit 1 الدرس الثالث الواحدة الاولى بارلي دو كاركتير اول حاجة لازم نعرفها في لسان 3 هو فربي اتر فعل يكون وبستخدمه مع كل البرنام البرسنل جُّ، تُّ، إِلْ وَأَلْ نُّ، فُو، إِلْ وَأَلْ فبقول جَسُوي تُّ، يَي إِلْ، أَلْ، إِي نُّ، سَمْ فُو، زَتْ قولت زَت عملت اليزان عشان S حرف كونسن و E حرف ويال عملت اليزان فبتتنطق Z إِلْ وَأَلْ سَنْ جَسُوي تُّ، يَي إِلْي أَلْي نُسَمْ فُو، زَتْ إِلْ وَأَلْ سَنْ تاني نقطة أو دوزين بوينت اللي هنتكلم فيها لكاركتير، يعني الصفات، والكاركتير هي مو ماسكولان كلمه مذكّر فبقول أين كاركتير، هتكلم عن العيوب والمميزات هتكلم عن وفي الحالة دي بتكون عندي الكاركتير الصفات في منها صفات بتنتهي بأه في المسكولان فطبيعي لما تتحول للفيمين هتفضل بأه الكتر كاركتير ومسكولان سترمين بأه في المذكر بينتهو بأه طبيعة تحولهم للفيمين هيفضلوا زي ما هم بينتهو بأه يعني قدر أقول سارة اي رومانتيك أحمد اي رومانتيك وعندي كاركتير صفات ما بتاخدش أه في المذكر في المؤنس بتاخد أه إجزمبل إنتليجان زكي جنيال عبقري جورمان بيأكل كتير وسوريان مبتسم عندي كمان باسيان وإمباسيان صبور وغير صبور أردني اي ديز أردني منظم وغير منظم وكاركتير شنج توتالما كاركتير بتضغير تماما إجزمبل نوفو نوفل بو بل أداة الاستفهام اللي أقدر أستخدمها عشان أسأل عن صفة شخص هي كمان كمان فلو عندي فراز بتقول سارة اي رومانتيك هسأل وأقول كمان اي سارة؟ سارة اي كمان؟ ألي كمان؟ ودلوقتي بعد معرفت تصريف فرب أتر مع كل الدموير لبرنوم برسونيل والكاركتير ومسكولن يقوفي منه أقدر أعرف إيه هي استخدامات فرب أتر نمرو أين أول حاجة فرب أتر باستخدمه مع الجنسية لما يجي أقول إلي إيجيبسيان ألي إيجيبسيان أستخدم فرب أتر مع الساعة إلي ويتر إلي ميدي أستخدم فرب أتر عن وصف شخص وصف بني آدم إلي انتليجان إلي جينيال وآخر حاجة في استخدام فرب أتر لو عايز أقدم شخص سي مونا اون قابين دو باسكت موسيقى وبكده نكون خلصنا التروى لسان بتوع ايني التاقل ما تنسوش السبسكرايب ولايك وشير لقانية أوروار موسيقى موسيقى